اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنقا في جولة السودان اليوم الاربعاء الموافق 16 اكتوبر للعام 2024 وتتابعون في جولة اليوم الليلة مرعبة في جنينة بسبب تحليغ الطيران الحربي العسكري والمدينة تشهد هدوء صباح اليوم أمبارح في منتصف الليل في الساعات الأولى من الصباح الطيران جاء عبر يعني ما ضرب بس عبر والمرة دي جاء بمستمعي مخفض مع ذلك ما غزف الوضاع في جنينة بشكل عام يعني هادئة وفي جولة ما أيضا معاناة السودانيين في لبنان تزداد بسبب توسع عمليات اسرائيل في جنوب لبنان نحن في دولة لبنان كجالية سودانية وقد تعلمون الحرب الدائرة في دولة لبنان من قبل العدو الصهيوني الجالية السودانية بدعاني معاناة كثيرة نزحت وتشردنا من بيوتنا ولاجئين في الطريق يعني لا ماكل ولا مشرب ولا ماسكن ولا أي شيء يعني العوائل السودانية بتنام في الطريق وتتابعون أيضا استمرار تدفغ السودانيين إلى الكفرة الليبية ما زالت الكفرة مقتصب بسمواطنين السودانيين اللي بيجوا بصورة يومية يعني يوميا في عربات بتخش وزحمة جديدة في المزارع وكده وجولة سودان تقف على الأوضاع الصحية في القضارف بعد انتشار مرض الكوليرا بمراكز الليواة في ولاية الكفارف حيتم يوم السبت القادم يوم 19 ولحد يوم 26 من أكتوبر الجاري توزيع اللغاحة الفموي وفي جولتنا أيضا برنامج الغزاء العالمي التابع للأمم المتحدة يعلن انطلاق المساعدات النغدية في ولايتي الجزيرة والخرطوم تناول الحوار موضوعات عديدة وساخنة بالنسبة للرأي العام والإعلام وهي تتعلق بعمليات دارفور العابرة للحدود ومعسكر زمزم بل إضافة إلى برامج التسجيل الذاتي والتحقق الذاتي التي أطلقها البرنامج في ولاية الخرطوم والجزيرة والتي يتوقع أن يطلقها قريبا وفي جولتنا أيضا مرصد بحري لحقوق الإنسان يدين اعتقال ومقتل ثلاثة مواطنين على يد قوات الدعم السريع بمنطقة السامراب يعبر مرصد بحري لحقوق الإنسان عن بالغ القلق إذا الحادثة المأساوية التي وقعت في السامراب حي الوفاق بشمال بحري حيث أقدمت قوات الدعم السريع على قط ثلاثة مواطنين أبرياء ونختم جولة السودان اليوم مع مساعد المدير العام للزراعة بمحلية رهيد البيردي حول نتائج الموسم الزراعي الحالي للعام 2024 نحن من إيجابيات هذا الموسم توفير الأمن في المنطقة توزيع الأمطار الممتاز ده خل الرقعة الزراعية تزيد كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من الجنينة حاضرة لايض غربي دارفور حيث عاشت المدينة ليلة مرعبة مساء أمس بسبب تحليق الطيران الحربي التابع للجيش في سماء المدينة وحالة من الهلع عاشها المواطنون في الجنينة بينما شهدت المدينة هدوء صباح اليوم عقب الأحداث التي شهدتها بالأمس جولة السودان التغطى الصحفي والمحلل السياسي على الدين بابكر لمعرفة المزيد عن الأوضاع في الجنينة الأوضاع في الجنينة بشكل عام هادئة الأوضاع الأمنية مستقرة الحركة التجارية مستمرة البضائع من تشاد منسابة بشكل طبيعي وسلس لكن برضو في بعض الهنات أنه الناس قاعدة تتناقش عن موضوع الطيران وحال حيجي تاني ولا ما حيجي يعني ما زالت التأثيرات والرعب البساء والطيران بالرغم من عدم وجود خسائر لكن العامل النفسي والرعب في نفوس الناس كبير والمؤسف مبارح في منتصف الليل في الساعات الأولى من الصباح الطيران جعابر يعني في الجنينة ما ضرب بس عبر والمرة دي جابه مصوم وخفض مع ذلك ما غزف يعني بس عبر يمكن كثير من الناس ما أسمعه لأنه جاف الساعات الأولى من الصباح برضو الناس متنشنة من الفيديوهات التي تم نشرها في أنه في قوات الآن من القوات المشتركة في بير سليبة وأعلنت أنها ماشى الجنينة الموضوع ده مزعج بالنسبة للناس هنا لأنه الناس التي شافوه في الحرب الأولى ما عاوز أنه يتكرر تاني بالتالي يعني الناس مزعجين شديد من الفيديوهات التي تنشرت في الميديا لكن بحكم مهنتي كصحفي حاولت أتحقق من الفيديوهات دي وأنه هل صحيحة القوة دي موجودة في بير سليبة وفي سيربة وكذا حسب التصاليمة عن الناس هناك قالوا فعليا أنه نازل جوا وطلعوا بمعنى أنه مصوروا في جهاتهم دي وطلعوا وطلعوا لين لا أعلم المهم ده برضو واحد من الحاجات البارزة العاملة تانشن في النقاشات لكن الشيء المرئي أنه الأوضاع مستقرة والجنينة هاته مطمئنة والحياة يعني تسهيل بصورة طبيعية مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى دولة لبنان التي تشهد معارك في جنوبها بين دولة إسرائيل وحزب الله التابع للمقاومة اللبنانية جولة السودان رصدت معاناة السودانيين هناك والتقت مهدي محمد عضو الجالية السودانية في لبنان لمعرفة المزيد عن أوضاع السودانيين اللاجئين هناك نحن في دولة لبنان كجالية السودانية وقد تعلمون الحرب الدائرة في دولة لبنان من قبل العدو الصهيوني الجالية السودانية بدعاني معاناة كثيرة نزحت وتشردنا من بيوتنا ولاجئين في الطريق يعني لا مأكل ولا مشرب ولا مأوى ولا مسكن ولا أي شيء يعني العوائل السودانية بتنام في الطريق كما عكست لإلك في هذه الصورة نحن هنا غمنا باعتصام وبمظاهرات في مغر الأمم لكي يساعدونا ولكي يخرجونا إلى دول نخرج إلى دول آمنة وحاليا وضعنا والله يعني هون وضع سودانيين وطبعا في سودانيين معهم عوائل ووضعنا صعب شديد صعب شديد يعني الوضع هنا متأزم وعضو الصهيونيان بيغزف فينا ليلا ونهارا على دولة لبنان والوضع صعب كتير وإن شاء الله ربنا يصلح الحال إن شاء الله نحن عملنا مظاهرات لكي نحاول نطلع الأسر إلى دول آمنة مثال تركيا وغبرس وإلى أوروبا لأنه في عوائل كتير مقدمين لجوء ولا زال يعني ما في أي دولة سعادتنا ولا منظمات سعادتنا نتمنى أن الرسالة تكون وصلت إلى غناة البنكة السودانية وشكرا الله إليه وننتقل من دولة لبنان إلى الكفر الليبية التي تشهد استمرار تدفق السودانيين اللاجئين جولة السودان التقت أحد السودانيين في ليبيا لمعرفة أوضاع السودانيين هناك بسم الله الرحمن الرحيم أوضاع السودانيين في ليبيا والله ما زالوا ما زال الكفر مليانة مقتصة بالمواطنين السودانيين ما زالت الكفر مقتصة بالمواطنين السودانيين اللي يأتي بصورة يومية يعني يومياً في العربات بتخش وزحمة شديدة في المزارع وكده بنفس القدر المفوضية حتى الآن يعني أنت عشان تتصل على المفوضية يرد لك مشكلة مسألة صعبة جداً تعامل الليبيين والله تعامل جميل يعني الآن أقرب حاجة أمس في مباراة المنتخب كانوا هم مشجعين للسودان بعد المباراة الليبيين طلوا بعرباتهم واحتفالاً مع السودانيين يعني كان موقف جميل ومشرف من الإخوة الليبيين في ترابلوس هنا لكن الحمد لله طبعاً الشتاء خلاص دخل في ليبيا السودانين بيعانوا جداً من قصة البرودة خاصة أنه يعني البرودة لأول مرة يعني يعيشوها في السودان كله ما في بريد زي ليبيا هنا أنا أتمنى أن المنظمات برضو ينتبه للحاجة يعني على أساس أن السودانيين البريد خاشيون نازل حي يتعبوا جداً مرحباً بكم من جديد المستمعون الكرام في قولة السودان اليوم أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن انطلاق برنامج المساعدات الإنسانية النغدية عبر خدمة التسجيل والتحقق الزاتي في كل من ولايتي الخرطوم والجزيرة بينما من المتوقع إطلاقها في ولاية الشمال دارفور وغيرها من ولايات دارفور التي يصعب الوصول إليها بالمساعدات العينية جولة السودان التقت محمد جمال مسؤول الاتصالات ببرنامج الغذاء العالمي لمعرفة المزيد عن برنامج المساعدات الإنسانية النغدية عبر خدمة التسجيل والتحقق الزاتي قدم برنامج الأغذية العالمي اليوم حوار مع الصحفيين وهو الحوار الإعلامي الخامس منذ بداية هذه السلسلة من الحوارات ما قبل الحرب تناول الحوار موضوعات عديدة وساخنة بالنسبة للرأي العام والإعلام وهي تتعلق بعمليات دارفور العابرة للحدود ومعسكر زمزم بل إضافة إلى برامج التسجيل الذاتي والتحقق الذاتي التي أطلقها البرنامج في ولاية الخرطوم والجزيرة والتي يتوقع أن يطلقها قريبا في ولاية شمال دارفور وغيرها من ولايات دارفور وهي الولايات التي يصعب الوصول إليها بالمساعدات العينية كما تناول البرنامج المساعدات التي يقدمها في ولاية الخرطوم وهي تتشكل من عدة طرق للمساعدة أولها المساعدات العينية المباشرة من البرنامج والمساعدات عن طريق التطبيقات البنكية مثل تطبيق بنكك وفيها يتم توزيع مبالق نقدية للأشخاص المحتاجين بعد استهدافهم والتأكد من هويتهم بمساعدة بنك الخرطوم بل إضافة إلى دعم المطابخ المجتمعية والمركزية أو ما يعرف بالتكايا إضافة إلى المساعدات التغذوية والتي يتم تقديمها عبر المراكز الصحية المنتشرة بالبلاد تناول البرنامج أيضا بعض من أرقام الأمن الغذائي في السودان وهي تتمثل في وجود حوالي 25 مليون شخص واجهون الجوع الحاد في البلاد بل إضافة لأرقام مساعدته للأشخاص المحتاجين في البلاد وتمثلت في الوصول إلى حوالي 411 ألف شخص في شهر أغسطس الماضي بل إضافة إلى أكثر من 540 ألف شخص في شهر سبتمبر وتتواصل مجهودات البرنامج في الوصول إلى مزيد من الأشخاص وده رغما عن التحديات التي تتمثل في صعوبة الوصول للأشخاص المحتاجين في مناطق مختلفة من البلاد مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ومن ليبيا نعود إلى ولاية القضارف بشرق السودان والتي تشهد انتشار حم الضنك والكوليرا وسط النازحين في مراكز الإيواء جولة السودان التقت إحدى الطبيبات لمعرفة ما هي جهود المبزولة لإحتواء تفشي حم الضنك والكوليرا وما هي أوضاع النازحين عموما بعد انتشار مرض الكوليرا بمراكز الإيواء في ولاية القضارف سيتم يوم السبت القادم يوم 11 وحتى يوم 26 من أكتوبر الجاري توزيع اللغاحة الفموي والذي سيستهدف 169 و962 شخص وسيكون هناك مجموعة من الأتيام المشاركة وهو عبارة عن 170 من الأتيام توزيع سيكون في مراكز الإيواء لأن المرض انتشر بصورة أكبر في مراكز الإيواء وأيضا في محلية الفاو سيكون في تصديق بـ 430 ألف جرعة إضافية لمحلية الفاو المكافحة المرض والتغليل الأخطار الناجمة عنه ويمكن المرض انتشر بسبب الزيادة السكانية الكبيرة وكان لابد من تدخلات بكافة المحاور لمكافحة نواغل الأمراض وكل ما يكون فيه نزوح بيكون فيه زيادة المرض لأنه معظم المرض الكوليرا بيكون جاء من النازحين المراكز أو أماكن النزاعات من مدني الجزيرة سنار الدندر بالنسبة لأعضاء النازحين في الولاية تم ترحيل عدد من النازحين من المدارس الموجودين فيها في داخل الولاية لمراكز الإيواء يمكن حتى مراكز الإيواء في بعض المراكز ما مهيئة للسكن حتى الآن تم ترحيل النازحين من 15 مدرسة وماذا التنظيمة والجهود في ترحيل بغية النازحين الموجودين في بعض المدارس رغم أنه وجود النازحين في المدارس دي بساحل لون عمليات يمكن بعض النازحين بيشتغلوا في السوق وطالما هم بيكونوا في البلدية بيكون المسافة قريبة لهم بيقدر يشتغلوها مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي ولاية الخرطوم أدان مرصد الخرطوم بحري لحقوق الإنسان مقتل ثلاث مواطنين واعتقال ثلاث آخرين على يد قوات الدعم السريع في حي الوفاق بمنطقة السامراب شمال بحري وعبر المرصد الحقوقي عن بالغ القلق إزاء الحادث المأساوية التي وقعت في السامراب في حي الوفاق بشمال بحري جولة السودان التقت عضو مرصد بحري لحقوق الإنسان أروى صابر لمعرفة المزيد حول هذه الإدانة الصادرة من مرصد بحري لحقوق الإنسان فيان صحفي من مرصد بحري لحقوق الإنسان إذا نتقصد ثلاث مواطنين واعتقال آخرين على يد قوات الدعم السريع في منطقة السامراب شمال بحري يعبر مرصد بحري لحقوق الإنسان عن بالغ القلق إزاء الحادث المأساوية التي وقعت في السامراب حي الوفاق بشمال بحري حيث أخدمت قوات الدعم السريع على قط ثلاث مواطنين أبرياء وهم عمار محمد ناصر ستة وثلاثين سنة دفع محمد ناصر ستة وعشرين سنة عز الدين شجن ثلاثة وثلاثين سنة وذلك في الساعات الأولى من ليلة أمس إن هذه الأعمال دوشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني الذي يعزز حماية المدنيين في أوقات النزاع بالإضافة إلى ذلك فإنه تم احتقال كل من عادل عبد الرسول أربعين سنة محمد مكي ستة وثلاثين سنة صابر محمود سبحت عشر سنة حيث تردد الأنباء عن طلب فدية مالية مقابل إطلاق صراحهم وهو ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي هو يعكس انحدارا مقلقا في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في البلاد إن مرصد بحري لحقوق الإنسان يطالب بما يليه واحد يتعين على قيادة قوات الدعم السريع قطع بحري فتح تحقيق سريع وشفاف حول هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها دون تأخير نطالب بالإفراج الفوري عن المحتقلين المذكورين نحث المجتمع الدولي على إدانة هذه الممارسات والتدخل للضغط على الجهات المسؤولة لحماية المدنيين وضمان عدم التكرار هذه الحوادث ونختم جولة السودان اليوم من محلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور حول نتائج الموسم الزراعي للعام الحالي 2024 جولة السودان التقت إبراهيم محمد إدريس آدم مساعدة المديرة العام لمعرفة المزيد عن نتائج هذا الموسم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم إبراهيم محمد إدريس آدم مساعدة المديرة العام للزراعة بمحلية رهيد البردي ولاية جنوب دارفور شعار الموسم الزراعي 2024 تحقيق الأمن الغزائي في وقت الأزمات المساحة المزروعة 2023 كانت 480.142 ألف فدان تفاصيل 200.917 فدان دخل 160.528 فول الزرا كانت 108.697 الجملة 480.142 ألف فدان إذا جينا للموسم 2024 الحالي الدخل بلغت 260.47 ألف فدان الفول السوداني 250 ألف فدان الزرا 170 ألف فدان محاصل أخرى بتتمثل في الكركديو في السمسم وخلافه 140 ألف فدان الجملة 28.47 ألف فدان للموسم نحن من إيجابيات هذا الموسم توفير الأمن في المنطقة توزيع الأمطار الممتاز ده خل الرقعة الزراعية تزيد بالإضافة لتوفر المحارية البلدية المنتشرة في محلية الهيبردي تتمثل في قوزدونغو وساسلغو بالإضافة لأراضي العدمور وأراضي النقعة والأراضي الطينية السغيلة حاجة أيضا من خلوة المحلية من الأفات الغومية للطيرة الزرزور لموسم 2024 نحن من الإيجابيات للموسمنا إما من التحديات للموسم 2024 كان ما في تقايم محسنة وصلت الولاية ولا المحلية ارتفاع أسعار الوقود الجركانة بلغت أكثر من 100 ألف جنيه ارتفاع تكاليفة الفدان الواحد للحراثة للمخمس بالجرار بلغت 80 ألف جنيه ارتفاع تكاليفة الكذب بلغت أكثر من 70 ألف جنيه أيضا من غزارة الأمطار الناس كذبوا أكثر من مرحلتين في المحلية أيضا برضو من إيجابيات هذا الموسم يعني الحمد لله تردد كيلينغ وتردد جيمري وبالإضافة للحفائر الموجودة في نطاق محلية الهيبردي ملت بالمياه أيضا برضو من التحديات الموسم عندنا في وحدة طوال الإدارية عندنا فتحة لوادي رهد البردي أو وادي طوال في منطقة السيريف يعني دي فتحت فتحة بعرض أكثر من ألف متر ده يعني عمل لنا تحدي كبير جدا خلى وحدة طوال الإدارية تطلع خارج الإطار العمل الزراعي لأن المياه كلها شالت القوس وطلعت لحد أبوري ودي أسر تأثير غير إيجابي لزراعة الزراع الفيضية في منطقة طوال فلذلك نحن أملنا كبير في الله وفي المنظمات العاملة وأخص أخواننا في ويرد بيجن لأن لديهم مبادئ في البرنامج ده دارين يكفلوا لنا الفتحة بفتحاته أكثر من خمسمائة متر أو أزيد من ألف متر دي دارين ناس ويرد بيجن يعاونونا يكفلوا لنا الفتحة دي حتى يعني أهلنا في طوال ينعموا بالزراعة الفيضية لأن طوال دي هي كانت صمام الأمان في منطقة رهي بردي في الزراعة الفيضية بوفر لنا الكبكبي ووفر لنا العدسية ووفر لنا كل البغوليات اللي بتغذي سوق نيالة والولايات المجاورة سواء كان الضعين أو ولاية غرب دارفور أو وسط دارفور كانت من طوال أيضا برضا نحن من التحديات المأسلة في محلية رهي بردي وعندنا السد دم دافوق بمثل لنا يعني سد قومي في ولاية جنوب دارفور برضو كسرة دي أسر التأثير كبير جدا في زراعة الأسماك وكذا فنحن نسي الآن من الإيجابيات هذا الموسم بتاع الخريب ده برضو الحمد لله رب العالمين الأسماك يعني الموسم ده كانت على الأودية وعن البوط وامتشر في الرهود الكبيرة بكميات كبيرة الآن الناس ينعمون بالأسماك يعني الخريب ده برضو بنعمة بتاعة الغلال وخلافه برضو نعمة لنا في توفير المياه للصيف الغادم وتوفير الأسماك في الرهود والترد وفي الحفائر الموجودة أيضا نحن برضو كمكتب زراعة بنرصد الأمطار في محطات مختلفة بريد البرد الشمال وريد البرد الجنوب والصفرة ونوري الهشابة وعدة العجول والديليب ومشوكة وبيت حراس والوعدة فركني وتهم وفضة ومساوري وندقاء وطوال ونمري وسندماء وأبوري وتهمة الخير وسرير عندنا أكثر من عشرين محطة عاملة والحمد لله يا أخوانا المرشدين المنتشرين والمتعاونين معنا في هذه المحطات يعني في محطات السي بلغت أكثر من 800 مليمتر في منطقة تهمة الخير وأبوري وبيت حراس وندقاء ومناطق مختلفة يعني الأمطار السنة الحمد لله سجرة مغاييس كبيرة جدا ودي يعني دليل بتاع عافية لأن نسبة الأمطار كويسة وبغزي لنا الآبار في المنطقة الصيف الناس بيستفيدوا منها أيضا برضو هي بتوفر لنا مرحلة تانية للزراعة نحن في الهيبيرد الحمد لله بننعم أكثر من موسمين يعني الموسم الخريفي زي ما بنسميه بالدارجي أو الصيفي بالعلمية ده ده خلاص يعني بيجينا على أطوار الحصات سواء كان للفول السوداني أو الدخون أو الزرة يعني الناس الآن بدوا يحصدوا وحقيقة برضو يعني في توجيهاتنا ولأهلنا المزارعين بأن في الفترة بتاعة الحصات للفول يقلبوا السمار العريشة بتاعة النبات بتاعة الفول اللي تهد والسمار لفوق لأنه يتفادوا الأمطار بتاعة البخات شان فولهم ما يتلف أو يصوفن ويعمل الفولتكس وهو مرض فطري بيسبب يعني أمراض مؤزية للإنسان وبرضو في التصدير برضو ما صالح لأنه النهاية في البورسة بتاعة الفول بيجري أفصل الفول وبيجي إذا كان فوق الفولتكس ما ما بتساوق بحديث إبراهيم محمد إدريس آدم مساعد المدير العام للزراعة بمحلية رهيد البردي بولايج جنوب دارفور حول نتائج الموسم الزراعي للعام الحالي 2024 نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة حتى الملتقى لكم تحياتي واتحايا الفريق العامل إلى اللقاء